موسيقى لشؤون الحركة الأسيرة الصحافة والترجمة صحافة تحدث القيد والإضرابات الفردية عن الطعام كلها عنوين مقتبسة من حياة المعتقلين الفلسطينيين لتكون عنوين المؤتمر السنوي الذي يعقده مركز أبو جهاد للحركة الأسيرة أما عنوان مؤتمر العام التجربة الديمقراطية للحركة الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية الذي عقد اليوم في مدينة رمالله هذه التجربة الديمقراطية الرائعة داخل المعتقلات هي نظمت حياتهم بعد سيادة الدستور والقانون واللوائح الداخلية داخل هذه المعتقلات فالمؤتمر جاء أيضا يؤكد دعمه لقضية الأسرة وتضامله مع قضية الأسرة وخاصة اللي بيتعرض للهجم العدواني اللي بيتعرض إلها شعبنا الفلسطيني بهذا الوقت بالذات فالمؤتمر جاء ردا على هذه الهجمة الشرسة جاء انعقاد المؤتمر في ظروف تتحدى فيها الحركة الأسيرة والشارع الفلسطيني الهجمة الشرسة التي بدأتها سلطة الاحتلال بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين هذا المؤتمر ينعقد في ظروف في غاية الأهمية وفي غاية التحدي الغريزة الحيوانية الموجودة لدى العدو الصهيوني الذي تقريبا يجتاح الخليل ويجتاح المنطقة الغربية بشكل عام رد على الحركة الأسيرة والثانية هي رد على المصالحة الوطنية الفلسطينية هي أيام صعبة قاسية إنها الإرادة التي تبقي مشاعر الحرية التي يوقدها أسران الأبطال في مدافن الأحياء مهمازا لكل السائرين على درب الحرية درب الحرية هذا الذي نقترب نشارف رضي المحتل أم لم يرضى من مدينة رمالله فرحز حالقة تلفزيون وطن